الاخر العزيز براشد كلمة بهذه المناسبة والله كل عام انتم بخير والله يديم الفرح عليكم ان شاء الله كل سنة افضل وافضل ان شاء الله مشكورين بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم شباب مضيف الامام الحسين نهناكم بعيد الغدير عيد الله الاكبر اعادنا الله و اياكم بخيرين وصحة وعافية في حال افضل من هذا الحال ان شاء الله متباركين متباركين بهذا الليلة عيد الغدير الاغر الله يعودنا و اياكم في حال احسن من هذا الحال نبارك الامة الاسلامية بعيد الغدير عيد امير المؤمنين ان شاء الله ينعاد علينا باحسن من هذا الحال يا الله كلمة بهذه المناسبة متباركين اول شي بس وش يقول بها كل عام انتم بخير بصالحات غدا الاستاذ الشاعر الكبير جواد هيات كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اتقدم بأحر التهاني التبريكات بمناسبة عيد العيد الاغر عيد الغدير الاغر الى الامة الاسلامية وعلى رأسها العلماء والمراجع العظام و الى مجتمعين الفاضل بهذه المناسبة العزيزة ونتمنى ان شاء الله ان يعود علينا هذا العيد ونحن في حال احسن من هذا الحال ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استخليل ما رأيك بمستوى الطبق لهذه السنة بسم الله الرحمن الرحيم طبق رغم الحضور القليل الا ان اصحاب الطاولات اصحاب المضائف اصروا ان يقام هذا العيد الكبير فمستوهم يعني الحمد الله يعني يرقى الى مستوى كل سنة يعني هل تعتقد سبب عزوف الناس بسبب الجو الحار؟ هو الجو الحار السبب الرئيسي بس بعد في اسباب ثانية يعني ادت الى عدم حضور الناس احسنت احسنت استاذ العزيز والله يعودك في حال احسن من هذا الحال ان شاء الله اعضاء فرقة ابناء الزهرة كلمة بمناسبة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين نبارك للامة الاسلامية جمعاء خصوصا صاحب العصر والزمان وولي امر المسلمين السيد علي خامناء وجميع المراجع العظام بهذه المناسبة العظيمة اعادها الله علينا في حال احسن من هذا الحال ان شاء الله وشكرا على هذه الجهود التي تبدلها بوابة النويدرات في نشر الاعلام في القرية احسنت الرجود عباص البربوري كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع اسماية التهن والتبركات بمناسبة عيد الله الاكبر عيد الغدير واسأل الله ان شاء الله ان يديم على المؤمنين والمؤمنات وشيعة امير المؤمنين بشكل خاص هذه الافراح وان يبارك الاخوان جهودهم في هذه الليالي شكرا احسنت بينا وبين اهلهم ان شاء الله احباه مبارك للامة الاسلامية بمناسبة عيد الله الاكبر الغدير الاغر مبارك للمراجع العظام والشعب البحريني ان شاء الله شكرا مبارك للامة الاسلامية جمعان هذا العيد الاغر بتنصيب امير المؤمنين سلام الله عليه في هذا اليوم خليفة للمسلمين جميعا وكل عام وانتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على اتمام النعمة واتمام الدين وتنصيب امير المؤمنين وولاية امير المؤمنين اللهم ثبتنا على ولاية امير المؤمنين نبارك يا الامة الاسلامية وإلى المراجع العظام وإلى اساتدتنا الكرام وإلى كل من سمع قولي هذا بتنصيب امير المؤمنين والله عدنا وياكم ان شاء الله بخير وعافية وامننا ايمان بسم الله الرحمن الرحيم نبارك للامام صاحب العصر والزمان بمناسبة غدير جده امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين كما نبارك لجميع الامة الاسلامية والفقهة والمراجع وجميع المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها واعاده الله عليكم في يسر وعافية وأمن وسنة لقاء مع مجموعة من رواديد القرية الاخ عليه كلمة بهذه المناسبة نهنى الامة الاسلامية بهذه المناسبة السعيدة عيد الولاية نصيب الامام علي عليه السلام خليفة للمسلمين وأعادها الله علينا ان شاء الله في كل عام ونحن بحال احسن من هذا الحال وكل عام وأنتم بخير والامة الاسلامية ان شاء الله بخير الأخي العزيز حسن قنبار صاحب محلات العقيلة كلمة بهذه المناسبة طبعا بداية وقبل كل ذي بدء نهنى الامة الاسلامية بهذه المناسبة الطيبة أعادها الله علينا وعلى الجميع ان شاء الله بحال أفضل من هذا الحال وأقول لشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه كما قال له الخليفة الأول بخن بخن لك يا علي أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة أو مسلم ومسلمة وأنا أقول لشيعة أمير المؤمنين بخن بخن لكم يا شيعة أمير المؤمنين بولاية أمير المؤمنين وهنيئا لكم يا من تمشون على الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ العزيز أبو أحمد كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ونلعن الدائم على أعداهم إلى قيام الدين نبارك للإمام الحجة وإلى جميع الفقهاء هذه المناسبة السعيدة ولاية أمير المؤمنين ثبتنا الله عليها جميعا نسأل الله أن ينصر الشعب البحريني وجميع الشعوب إن شاء الله على ولاية أمير المؤمنين ويثبتنا إلى قيام يوم الدين أستاذ مونير كلمة بهذه المناسبة الله نبارك إلى الأمة الإسلامية وإلى المراجع للعظام بمثل هذه الليلة المباركة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا بحال أحسن من هذا الحال إن شاء الله أستاذ العزيز كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين والطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار وقال أيضا علي مع الحق والحق مع علي أبارك لكم في هذه الليلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في عيد الله الأكبر أيد الغدير الأغر حر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة وكل عام وأنتم بألف خير الآخرة عزيز عمركم برتهنية بهذه المناسبة عبد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم أبارك إلى الأمة الإسلامية جمعا وعلى رأسهم ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنة بهذه المباركة العظيمة أيد الله الأكبر نبارك لهم جميعا رغم المأساة التي حلت على الأمة الإسلامية نبارك للقرية وإلى جميع الأمة الإسلامية وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين إن شاء الله في هذه الدنيا وفي دار الآخرة يحشرنا معهم إن شاء الله تهنية يتوجه لها القرية بهذه المناسبة نهن الأمة الإسلامية بالخصوص الشعب البحريني المظلوم بهذه المناسبة الكريمة والله يعوركم إن شاء الله حسنت الأخ العزيز أحمد كلمة أو تهنية بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم نهن الأمة الإسلامية جمعا ونهن أهالينا في قرية النويدرات بعيد الولاية عيد الغدير الأغار وعاد الله علينا وعليكم في خير وصحة وعافية شكرا كل عام أنت بخير ما رأيك بمستوى الطبق لهذه السنة؟ الواقع بأنه الطبق لا زال يحافظ على حيويته بس إنما لو تلاحظ الواقع بأنه العدد خليل بالنسبة للحضور وبالنسبة إلى المظايف نعم آمر فقول قل اللي تبغاه وإي كتوان يا تكله اه هنو اللهم الإسلامية اه بارك ليكوا إن شاء الله هياكم مرحب calibration مبروكم هاليوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نبارك للأمة الإسلامية هذا العيد الكبير عيد الغدير الأغار جعلوا الله نعمة علينا وخير على الجميع وبهذه المناسبة نود أن نشكر جميع الجهود المبذولة من أجل إحياء هذه الذكرى العزيزة علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نبارك إلى الأمة الإسلامية وإلى العلماء وإلى الإمام الحج المنتظر اللهم أجل فرجه ومتباركين إن شاء الله بعيد الغدير بسم الله الرحمن الرحيم نبارك الأمة الإسلامية وعلى الخصوص القائد للسيد العلي الخامناء والسيد السستاني بمناسبة هذه عيد الغدير الأغار مبروكين جميعا بسم الله الرحمن الرحيم نزف أسماء آيات التهاني والتبريقات إلى الأمة الإسلامية والعلماء وإلى شعب النويدرات العزيز ونتمنى أن نثبتهم على ولاية علي إن شاء الله ويعودهم على هذه الذكرة في حال أحسن من هذا الحال ونفرج على الأسرة والمعتقدين إن شاء الله من رب العلم؟ الحمد لله الأخ العزيز محمد رضاء رئيس لجنة الطبق ما يستعداداتكم لهذه الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وعلي محمد استعدادات اللجنة بتبتدي اللجنة بالاستعدادات قبل شهر واحد تقريبا من الطبق بالاستعدادات إلى بالتعاون ويا المضيفات كلهم ونشوف احتياجات للمضيفات كلها ونشوف اللجان شنو تحتاج من لجنة الزينة ولجنة المرور ولجنة الخدمات فتكون الخدمات نوية بالتعاون ويا اللجان كلهم في احتياجات المضيفات ونعطيهم كل احتياجاتهم وإلى ليلة الطبق قبل الطبق يكون كل شي جاهز يعطيكم ألف عافية ومشكورين على هذا الجهد المبدود كلمة أخيرة من نسبة هذه الليلة نبارك للأمة الإسلامية وللعلماء العظام بهذه المناسبة بعيد الولاية وعادكم الله في خير وفي حال أحسن من هذا الحال الله يعودكم إن شاء الله الأخ العزيز برايم كسي كلمة بهذه المناسبة نهني الأمة الإسلامية بيوم الغدير العظيم ونجعل الله إن شاء الله يجعل الله إن شاء الله الشعب كله مستانش إن شاء الله إن شاء الله مشكورين الأستاذ العزيز حسن درباس عليكم السلام ورحمة الله كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطائرين نبارك للأمة الإسلامية هذا العيد الأغر عيد الولاية عيد أمير المؤمنين أعاده الله على الجميع إن شاء الله بخير وعافية هذا وثبتنا الله وإيكم على ولايته إن شاء الله أحسن عزيز الله يعودك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآل بيتي الطيبين الطاهرين نهنكم بهذا اليوم السعيد وهو يوم الغدير الأغر أعاد الله علينا بالمن والبركات إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية وإلى المراجع العظام إن شاء الله أحسن كلمة بهذه المناسبة نبارك للأمة الإسلامية بهذا العيد الأغر العيد الأغدير وكل عامونت بخير وسعادة الله يعودك أبارك لأهالي قرية النواذرات هذه المناسبة العطرة وهي تنصيب الإمام علي عليه السلام وليا للمسلمين وأتمنى أن يعود علينا في حال أفضل من هذا الحال إن شاء الله وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر